بلغت الاعتداءات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها للاتفاقيات والمعاهدات حدا لا يطاق ولم يعد بوسع السلطة الفلسطينية تحمل المزيد من هذه الانتهاكات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أن السلطة الفلسطينية أصبحت في حل من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع السلطات الصهيونية والإدارة الأمريكية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما بما فيها الاتفاقيات الأمنية وذلك احتجاجا على قيام الأخيرة بتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية ومناطق غور الأردن عمليات استيطان صهيوني تضرب عرض الحائط بجميع الاتفاقيات التي وقعتها تلو أبيب نفسها وأعلنت التزامها بها لكن التاريخ أثبت للفلسطينيين أن الحكومات الصهيونية على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية وحقبها الزمنية لا تحترم أي اتفاقيات مع الفلسطينيين قرار السلطة الفلسطينية إلغاء المعاهدات مع الصهينة تبعته خطوات عملية إذ أكدت مصادر مطلعة أن قوات الأمن الفلسطينية انسحبت من عدة بلدات شمالي غرب مدينة القدس ومناطق العزرية وابوديس وتقى هذه المناطق في المنطقة باب بموجب اتفاق أوستو الثاني والموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية عام 1995 ودخلتها قوات الأمن الفلسطينية حديثا بعد جائحة كورونا لكن انسحابها المفاجئ منها فسر على أنه خطوة عملية لقرار الانسحاب من المعاهدات والاتفاقيات مع السلطات الصهيونية مراقبون للمشهد الفلسطيني يتوقعون أن تتواصل ردود الفعل الفلسطينية ضد سياسات الاستيطان الصهيونية لأن الجو الشعبي يهيو الانتفاضة فلسطينية جديدة ستشمل الضفة الغربية وقطع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة